اشتركوا في القناة 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 بشفاء بقوة خد حريتك يا رب لانه حيث روح الرب فهناك حرية تتحرك فيها جلالك بين كل النفوس في كل بلاد العالم بارك قعدتنا وحلقتنا باسم الرب يسوع لك الكرامة وكل الحمد امين احب ان المشاهدين بنشجعكم على الاتصال بينا على ارقام التليفونات الموجودة على الشاشة بنرحب بكل اسئلتكم في الموضوع اللي رب النهاردة هيحطه قدامنا ونسمعه من الاخيري وكمان اذا كان عندك طلب اتصالة برضو بنشجعك انك تتصل بينا كل مجموعة اتصالة منوجودة على التليفونات ويقدروا يصالوا معاك ونشجعكم كل الخطوط التليفون المفتوحة وعلى رقم التليفون الموجود على الشاشة خلية موضعنا النهاردة انا عن نفسي حط جوية تحدي كبير قوي وانا بقى حضر والرب كلمني كتير قوي من خلال المقطع الكتابي اللي النهاردة هنتأمل فيه ونتعلم فيه احنا عايشين زي ما قلت في الصلاة احنا عايشين في عالم شرير صحيح وبيجي الرب في الزرع وسط الزرع الصالح ويزرع الزوان في وسط الزرع ده بيجي العدو اه مصبوط يجي العدو ويزرع الزوان في وسط الزرع الصالح او بين الزرع الصالح عايزين نهاردة نعرف كلمة الله هتقول لنا ايه على الحنطة وعلى الزوان زي ما قلت اخت منال تفضلتي وقلت انه موضوعنا النهاردة حنطة ام زوان لان احنا في الايام الاخيرة الايام الاخيرة الشيطان من ضمن أساليبه والكتاب قال نحن لنجه الأفكاره من ضمن أساليبه اللي بيضل بها الكثيرين أنه يزرع زرع زوان زرع مزيف وسط جماعة الله وسط كنيسة الله وبيخدع الكثيرين منها الرب عايز يكلمنا في الأمر دوت النهاردة ويريد كل واحد من أحباءنا الأفاضل هو بيسمع كل واحد بيمتحن نفسه هل أنا تبع الحنطة أن تبع الزوان أستسمحك أختي ملال في الأول ممكن نقرأ جوز كتابي نقرأ وأحباء أن يطلعوا معنا إنجيل متة أصحاح 13 وعدد 24 قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ زهر الزوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان فقال لهم إنسانا عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال لا لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان وحزموه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني شكرا أختي منال المثل ده بريحني كثير وأنا بندهش قوي من كلمة الرب دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد ده بريح القلب أن الرب شرح لنا الحقيقة الحقيقة وهو الرب بيشرح أمثلة أنا قبل ما نخش في المثل ده بس أحب أدي فكرة أنا أصح كله بصفة عامة قبل نخش في أسئلتنا أمثلة ملكوت السماوات سبع أمثلة بيقدم لنا الرب حقائق غالية أعتقد اتلخص في تلات أمور الأمر الأولاني أن الرب هو الملك الحقيقي عنده ملكوت ورائع جدا أن يعنينا ما تروحش على الشيطان وألعيبه والشيطان بيعمل في الناس ومعيني ده حقيقة الشيطان موجود لكن عايزين نبص على الملكوت بتاعه الكبير وسمه الرب هنا ملكوت السماوات الحقيقة التانية أنه الملك ليس موجود حاليا على الأرض الملك غائبا لكنه له السلطان واليد العليا وسيأتي قريبا لكي ينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه أما التبن والزوان فسيحرق بنار لا تطفع الحقيقة التالتة في أمثلة ملكوت السماوات السبعة أنه ملكوت السماوات ما هو ملكوت الله في فرق كبير ملكوت الله هي دائرة المؤمنين المولودين ولادة جديدة يعني لما رب يسوع يكلم نقدموس في يحنى ثلاثة يقول له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله لكن هنا رب يتكلم عن ملكوت السماوات ملكوت السماوات دائرة المسيحية بصفة عامة بما فيها من حنطة وزوان نقول لنا الحقل الروحي الحقل الروحي الحقل الروحي بما فيها أو كل من يسمى باسم المسيح زي مثلا في متة 25 اليوشبه ملكوت السماوات عشر عذار خمس منها حاكمات وخمس جاهلات فهيجي يوم قريب وده اللي هنشوفه بعد شوية وسيأتي الملك ويجمع الحقيقيين إلى ملكوته الأبدي أما المزيفين فسيحرقوا بنار لا تطفى مرة تاني برضو نفسي أوجه رسالة لنفسي والكل أحبائي يلا بينا نسمع الكلام الخطير أنا عارف إحنا دايما نحب نسمع أن رب هيدينا ويبركنا ويشفينا ويودينا ويغزينا وده حلوة قوي لكن كتير قوي محتاجين نقف قدام جهاز الأشعة ونقول له اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري أمين لكن أنا عايزة أسأل هل إبليس ليه هدف أنه يزرع الزوان وسط الحنطة؟ بالتأكيد بالتأكيد طب إيه الهدف أنه هو يجي وسط الزوان ويجي عايز يعمل إيه وسط الحنطة؟ زي ما قريتي حضرتك أخت منال بيقول جاء عدواه عدواه أولا من اللي زرعه؟ ومن العدوه دوت؟ الرب يسوح هو الشرح المثل مش أنا اللي هشرح المثل يعني شرح المثل واضح جدا في عدد 36 حينئذ انصرف يسوح الجموع وجاء إلى البيت فتقدم إليه تلميزه قائلين فسر لنا مثل زواد الحقل فأجاب وقال لهم الرب يشرح لنا مين هو الزوان؟ مين الزرع؟ مين الحقل؟ أولا من الزرع؟ الزرع الجيد هو ابن الإنسان الرب يسوع المسيح الذي يخلق خليقة جديدة فعنده في وسط المسيحية زرع جيد قال عنه الرسول يحنى لأن زرعه فيه أو يثبت فيه في زرع جميلة جدا مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية البقية للأبد يبقى الزرع الجيد هم بانوا الملكوت الخليقة الجديدة المولودين ولادة جديدة اللي اختبروا الخلاص اللي اختبروا النعمة اللي اتغسلوا بدم المسيح اللي قابلوا يسوع المسيح مخلصا طب من الزرع؟ ابن الإنسان طب الحقل هو العالم الحقل هو العالم من هو العدو؟ جاء عدوه عدو المسيح الشيطان اللي ألعنه مر بولس لعليم الساحر يا ابن إبليس يا عدوه كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ يأتي الشيطان خلي بالك يزرع بقى ايه؟ زوان في النص ايه الزوان دوت؟ زرع يشبه الحنطة لكنه ليس حنطة حالك سألت السؤال ايه غرض الشيطان أنه يزرع الزوان؟ الغرض الأولاني أنه يخدع المساكين يخدع البسطاء والسلماء يقولهم ومالوا ومالوا برضو في أولاد الله وانتوا كمان انتوا تبعوا الرب برضو ما انتوا بتصدر ما انتوا بتركتله ما انتوا بتروحوا الكنيسة صورة قال عنها الرسول بوليس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها لا في حاجة كمان تاني ليه العدو بيزرع زوان أحباء الأفاضل عشان يشوه صورة المسيحية الحقيقية لما يطلعوا ناس زوان في وسط المسيحية ناس يصلوا وكلامهم رديق ناس يروحوا الكنيسة ويطلعوا من الكنيسة يعملوا أمور ذكرها قبيع عشان يقول للناس البعين قد المسيحية قد المسيحية مش دي المسيحية يا راجل فرقت المسيحية مهما فرقتش بصورة المسيحية يقصد أن يشوه صورة المسيحية أقول سبب تالت وأكتفي به الشيطان يزرع زوان عشان يوجد أمثلة مريضة يخلي الناس يقلدوها يقول لهم عايزين عايزين تقوم مسيحيين أهو قد شورة المسيحيين هون ناس يعني مسكين عصايا للنص يعروجوا بين الفرقتين ربنا يرحمنا النهاردة علشان يرحمنا من آفة خطيرة جدا اسمها آفة الزوان طيب أنا أنت سؤال تاني ليه الرب سامح بوجود الزوان آآ تسمحي لأسأل أحط نقطة الأولاني قبل ما أتكلم عن دوت تفضل آآ حابب أوضح إيه الصورة اللي موجودة عليها الزوان اللي موجودة عليها الزوان حاليا إيه الصور اللي موجودة الزوان يمكن برضو بعض أحباءنا المشاهدين يصعب عليهم برضو كلمة الزوان يعني إيه يعني إيه أول أوضح تاني صورة مزيفة وزي بيشبه شكل الحنضة يعني ممكن نلاقيه في إيه في وسط الكنيسة نلاقيه إزاي شوفي اغتمانات أو في الحقل الروحي عموما الزوان صورة مزيفة لأولاد الله زي ما فيه دولار حقيقي فيه دولار مزيف زي ما فيه دهب حقيقي فيه دهب فلسو مش كده برضو زي ما فيه أولاد لله حقيقيين أطقياء فيه ناس الشيطان يزرعهم في وسط الكنيس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها لا يوجد أثار لعمل المسيح في حياتهم الصور اللي موجودة في مسيحيتنا وكنيسنا التي يظهر فيها الزوان أولا أولا يظهر في صورة ناس متدينين على فكرة الناس عندها تعبير أرجو أنه يتصلح النهاردة لما يلاقوا واحد مثلا بيصلي ويراني ويقول له ده متدين ربنا بيحبه على فكرة ربنا بيحبش المتدين لأن المتدين صورة مزيفة للمؤمن الحقيقي التدين هو عبارة عن صورة خارجية إشراء خارجية ألعنها الرب في العهد القديم هذا الشعب يكرمني بإيه؟ شفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيدا يعني هو يقدر يصلي كويس أيوة يقدر يوعظ كويس يقدر يبان في صورة الحملان كأنه بيخدم الناس وبيخلي بالهم من الرعاية أه فأول صورة بيظهر في صورة متدينين مصلين متعبدين ممكن نطلع شاهد مع بعض؟ هتعيبك في الشوهد النهاردة عندك استعداد؟ نشكر ربك طلعي سفر حسقيال معايا في العهد القديم سفر حسقيال وهنطلع أصحاح 33 حسقيال أصحاح 33 يا سلام على الرب أحباء صاحب جهاز الأشعة الإلهية اللي بيعرف يوصف الصورة الحقيقية للزوان المتدين المتعبد في الكنائس كيف يصفه الرب؟ سمع كده حضرتك أو اقررنا من فضلك من عدد؟ عدد 33 حسقيال عدد 31 ويأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعبي يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعبي يعني بيعرف يقلدوا الدور محترم أوي كملت فضالي ويسمعون كلامك ولا يعلمون به سوري ولا يعملون به أيوة لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم زاهب وراء كسبهم كسبهم ناس بقئة حبك يا رب انت غالي علينا رب تسمعي كده أنا بخاف مثلا بسمع حاجة زي كده لألا يعيني يطير مني خلاص يجي بجنحاته يطير خلاص ما أنا عايز أمسكه أقول له أعليه خليك أقعد طير مننا حبيبي وتسهبنا يعني خلاص بص معايا يظهرون يعني أشواقا أشواقا حبك يا رب وحدك يا يسوع ولا يستسواك وإحنا بقى كشعب عربي عمتن ومصري عندنا حماس عندنا الحماس عندنا الحماس ورنم كسر الدنيا والأدين تترفع والأدين تنزل أنا مش بعايب على اللي بيعملوا كده على كده أنا بتكلم على اللي كشعب الله بيقلده يعني فيه أمين حلوين صحيح بيرنموا وبيبكوا وبرفعوا أديهم بنزلوا أديهم وبنحنوا قدام رب موحقيين رب يحبهم الخوف اللي أنا خايف عليه وعايز أصرخ بكل قوتي ياللي بتمثل ياللي فاكر روحك إنك عشان أنت بترنم أو بتصلي داخل السماء حاسب حاسب هؤلاء الناس يظهرون أشواقا لكن قلبهم إيه زاهب وراء كسبهم كسبهم هم بس بقئي كده لكن قلبهم جوه راح وراء المكسب وراء الشهوات وراء النجاسة أول ما خلص الاجتماع أروح ترنؤف ترنؤون أخلع سياب التدين وقلب السياب العالم اسمع بقى يردنا الآية كمان الأخيرة ديت وها أنت وها أنت لهم كشعر كشعر أشواق سوريا أنا اختلتك جزء صعب كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون به تقدر تفسرها لي اختمانال يعني يعني زي بيعرفوا يقولوا كلام حلو لا ربنا بيكلم النبي حسقيال بيقولوا أنت بالنسبة ليهم زي واحد بيقول شعر بيقول شعر كلام حلو شفت مغني كده عمالي يغني والناس عمالي تقول إيه يا سلام أنا بشوفها مثلا في النهضات والحاجات الكبيرة وغدى بالك الناس يسمعوا مرنم ويكون مرنم كده بتعترب بقى وغدى بالك أنت يعني كده مرنم هيهم بحلو دوت والناس بقى يا سلام يطلعوا يطلعوا من القعدة يولعوا سجاير الله إيه ده جماعة دوت يطلعوا من القعدة ينكيتوا من اجتماع يطلعوا من اجتماع يبسكوا سورة بعض يطلعوا من الاجتماع يأكلوا في بعض بره يتخنقوا بره إيه ده هأنت بالنسبة لهم شعر أشواق لجميل الصوت يحسن العصف فيسمعون كلامك ولا يعملون به حاجة خطر أوي طبعا الصورة الأولى اللي بيبان عليها الزوان ناس متدينين بيعرفوا يمثلوا العبادة زي مرة خادم قال تعبير بنلعب كنيسة بنلعب موجودة موجودة في اجتماعاتنا وكنيسنا وعايزة أقول إن لم يرحمنا ربنا أنا مش عالفة نوصل لحد فين إن لم نأتي قدام الرب أحبائي بنقوله بنتوب قدامك بنعود لحنانك نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا إحنا في منحدر خطير دي الصورة الأولى اللي بياخد فيها الزوان ناس متدينين متعبدين يسمعون كلامك ولا يعملون به والرب حط محك فيما التسابع قال الذي يسمع كلامي و يعمل به وشبهه برجل برجل عاقل وإيه أحلى كلام الواحد يسمعه عن المسيح أخت منال مش بس أسمع عن ربنا معانا وبيشفينا وبيأكلنا الرسالة الأولى والخطيرة أن يسوع المسيح جاء لي كي يكون لنا حياة مبارح كنت بتكلم مع أخ فاضل بيحكي معايا بيقول لي تعلمت في حياتي وعلمت أولادي المسيحية العملية أثر في قلبي قوي أخ فاضل متقدم في السن بيحب الرب مبارح بيقول لي الكلام دو بيقول لي علمت أولادي المسيحية العملية المسيحية الحقيقية طيب الصورة الثانية اللي بياخد عليها الزوان في وسط العمل الروحي وكان يسنى خدام مسؤولين وقادة دينيين يا دلوقعة يا دلوقعة يا رب بني الصورة علي بعد الحلقة دي مش عارفة الناس هتعمل فيها إيه لكن تعودت أن أقول ما يقوله الروح القدس والرب بيوجه كلامه لكناء السفر الرؤية السبعة في الأيام الأخيرة قال من له أذن فليسمع ما يقوله الروح الكنيس الصورة الثانية للزوان مش بس متعبدين لكن الصورة الثانية كمان خدام وقادة قادة دينيين أي وقادة دينيين دي أخطر طبعا دي أخطر دي أخطر يقول العليهم مسئولية كبيرة جدا طبعا طبعا أقف على المنبر أوعز أعلم رب يسوع قال عبارة أنا بقولها لنفسي دايما كل يوم لما غسل أرجل التلاميس قال إن علمتم هذا فطباكم فطباكم عملتمو هل يوجد في مجال القادة والخدام وقادة الاجتماعات واللجان الروحية أنا مش بخبط في اللجان الروحية والقادة أنا راجل دين أنا أنا هويدي خادم خادم بيحب الرب نعم قيل عن بولس واحد خادم للمسيح قال عن نفسه كده بولس عبد يسوع المسيح ومر قال بولس كده لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمن بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح هل يوجد قادة دينيين في جماعة الرب بس مين جابهم دولة مين اللي جابهم أكيد الناس اختاروهم عدو العدو جابهم بس الناس اختارتهم اتخدعوا فيهم بالضبط الرب يقول إيه في سفر قادمية ساحتة وعشرين يقول عن الأنبياء الكذبة عن الخدام الكذبة لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا من أنفسهم لم أرسلهم أنا هم هم اللي حطوا نفسه بالضبط مش بقولوا كلام وحش ده بيقولوا الرب قال والمسيح قال والنعمة موجودة ويعرف يتكلم عن إيه يتكلم عن كل حاجة في الكتاب يعني يبقى الجاسة دي ويتكلم عن الإنسان الروحي يبقى ناجس ويتكلم عن القداسة يبقى يبقى بعيد عن الله ويتكلم عن الخلاص والقرب من الله ممثلين ممثلين طب هنقرأ أيتين خاطرين أو يختمناه سفر الرؤية بقى هيكلمنا عن حاجة غريبة أوي في كنيسة ثياتيرة كنيسة ثياتيرة رؤية عدد عشرين قبل ما تقلل الشاهد بس أقول إيه ظروف كنيسة ثياتيرة السبع كنيس زي السبع أمثلة ملكوت السماوات برض احنا قلنا أمثلة ملكوت السماوات فيها الحقيقي وفيها المزايف الكنيسة السبعة فيها الكنيسة الحقيقية أو المهمين الحقيقيين وفيها المزايفين يعني مثلا في كنيسة فلادلفيا لم يقولوا كده أنا عارف أعمالك أن لك قوة يسيرة ولم تنكر اسمي ولكنك أيضا متمسك بتعليمي وبكلمة صبري هأنا إذا أجعل الذين من مجبع اليهود يأتون أمام رجليك ويسجدون ويعرفون أني أنا قد أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري أنا عطيد أيضا أن أحفظك من ساعة التجربة التي ستأتي لتجرب السكين على الأرض كنيسة حقيقية رب عارفها رب عارف عارف أعمالها عارف صبرها ولكن قوة رغم أن عندهم قوة صغيرة قوة صغيرة يسيرة يسيرة سياتيرة بقى سياتيرة يعني إيه سياتر مصرح تياترو إيه ده رب ده مشان اللي أقول بقى مشان أخي إليه بقوله النهار ده كان دوت ده الرب اللي بيقول كنيسة تياتير عبارة عن تياترو بس الشيطان عارف يعمل تياترو فين بقى في الكنيسة تياترو تياترو إيه تياترو ناس بتوعظ ناس بترنم وقادة ولجنة ورحين وجيين ومكرافونات وفريق ترنيم ووعظ ترنيم بس هنشوف في الوقت بقى إنه ده تمثيل مرة تانية بقول لحباء الأفاضل مش هيدي الكنيسة شكر رب لأنه يوجد كنائس حقيقية متعبدة تخاف الرب والرب يعمل وسطهم ويضم إلى الكنيسة الذين يخلصوهم لكن التياترو بقى دوت التمثيل الروحي ماذا يقول عنهم المسيح اقللنا عدد عشرين من فضلك رؤية اتنين عدد عشرين لكن عندي عليك قليل إنك تصيب المرأة المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما زبح للأوثان خدت بال حضرتك من التعبير الخطير عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل بتسيبها المرأة إيزابل طبعا هو اختار كلمة إيزابل ليه بالذات لأن إيزابل لما نرجع لقصتها في سفر الملوك الأول أصح 21-22 نفهم أن إيزابل ملكة شريرة على شعب الله وفي نفس الوقت قتلت أنبياء الرب وقعدت تقني وتهتم بأنبياء البعل والعشتروس والسواري كانت بتأكل كل يوم 450 نبي للبعل وقتلت أنبياء الرب بيقول له عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل يعني التعبير دوت يا ربنا بيقول للناس اللي في الكنيسة بتسيبوا الممثلين بتجامل أصل فلان دوت بيدفع كويس معلش عديله ياخد وعظة بكرة يعني عوازة إيه دوت أصل دوت يعني يعني برضو دوت قريب فلان اللي ماسك الكنيسة اللي بيع فندخله في فريق الترانيم يبخاته شرير هذا ما يسميها الرب تسيب المرأة إيزابل طب تعمل المرأة إيزابل ديت قال تعلم وتغوي عبيدي يعمله حاجة تنصع بين قوي حاجة الأولانية أن يزنوا حاجة تانية يأكلوا ما ذبح للأوسان الزينة مقصود بيه الإختلاط بالعالم هناك من يعلم ما تحبكوهش أو يا جماعة إيه القدسة اللي مسكين اللي فيها كله تانية عايزين نفتح كده على العالم صحيح إحنا بنحب الناس ونبشر الناس ونخدم الناس لكن لا نشترك في شر الناس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم في العالم اللي يقول الكلام دوت في كنيسة سياتير يبقى دم متقيل اللي يقول الكلام دوت ما يدعيش تاني اللي يقول الكلام دوت يطلعوني الكنيسة يطلعوني الخدمة مجراش حاجة مجراش حاجة أو يجنبوه أو يتجنبوه يبقى موجود في الكنيسة بس خدمته مجمدة بالزبط هو واقف مش بيعمل حاجة والتانيين المزيفين واخدين راحته بالأسف أقول لكل واحد أمين للرب خير لك أن يجنبك هؤلاء الجسدين وتصبح أمينا للرب ليس لسبب خلاف شخصي لكن لأنك تريد أن تكون في صف الله كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة هذا هو الزنا الاختلاط بمبادئ العالم وكمان تاني يأكلوا ما زبح للأوسان إيه ما زبح للأوسان دوت ده شر العالم بقى ده ما يقدم العالم عشان كده الرب يقول لهم بعد شوية هأنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا ليتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بإيه؟ بالموت أو بالسيف هرجع تاني وأقول إيه سورة الزوان عشان يمشون في الخط بتاعنا الزوان خدنا سورتين الوقت السورة الأولانية متدينين متعبدين لكن قلبهم بعيد عن المسيح لم يختبروا الحياة الجديدة الصورة التانية للزوان قادة دينيين زي إزابل زي الكتب والفرسين قال عنهم الرب في يوم من الأيام قال لهم ويلون لكم أيها الكتب والفرسين لأنكم أغلقتم باب ملكوت السماوات لم تدخلوا ولا جعلتم ومتدخلون يعملوا إيه يدخلون مش متفقى معي أننا في خطر في المسيحية في الأيام ديت أصبحت المسيحية زي ما قال الرسول بولس لابنة المساوس أصبحت المسيحية بيت كبير بيت كبير فيه أواني للهوان وأواني للكرامة لكن مرة تانية بفكر إخواتي ونفسي انطهر قولوا معي أحباء تيميساوس التانية أصح 2 عدد 21 انطهر أحد نفسه من هذه إيه هذه دي التدين الزوان التمثيل انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناءاً للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعداً لكل عمل صالح لكن أنا عايزة أرجع تاني برضو الهدف إبليس عايزة أكد أو نركز على الهدف بتاع إبليس فإنه يسيب المزيفين دول هل هدف إبليس إنه يدمر الكنيسة يخلي الكنيسة خاوية من قوتها؟ شوف يا أخت منال يعني هل ده الهدف اللي عنده إحنا عايزين نبقى وعين للهدف بتاع إبليس حلوة الكلمة التي حضرتك يا أخت منال نبقى وعين لأننا لنجهل أفكار وهسأل سؤال متى جاء العدو وزرع الزوان ما إمت والناس نيام أي وقلها تاني والناس نيام وفيما الناس نيام العدو يعمل عمله لما يجعل الكنيسة تعمل إيه؟ تنام لما كيس تبقى صحية يعني صحية؟ يعني مصلية يعني عندهم اليقظة والتمييز هتكلم عن التمييز بعد شوية في الحلقة لكن لما الناس تبقى نايمة ما تفرقش أكله بتاع ربنا يا أخي يعني يعني وماله طالما الدنيا ماشية نسمى هذه الكلمة دي ويقول تاني أنه انت زعلان لي يعني واحد بيلوم واحد يعني بيقول له الزايد دي حاجة لا يطلق بمجد الله قال له انت زعلان لي هي مش الدنيا ماشية الدنيا ماشية وبعدين بعدين من حبكاش قوي فالعدو العدو ده ده أصده يا الأصد الأولاني من العدو أن يتعب أولاد الله الحقيين يا يعني ما أصعب على نفس المؤمن التقي طبعا أن يجد عمل الله يهان أن يجد زوان أن يجد ناس لهم صورة التقوى لكنهم ينكرونه متعبة أو على قلب المؤمن مرة كده قرمية فصحة ناشا على مذكر قال لربنا كده قال له أبروا أنت من أن وحاكمك يا رب ليه سايب الشرير ليه سايب الخاطي ليه سايب الأسيم البعيد عنك يا رب الفكرة أنك أنت سايبه يعمل كده فالفكرة الأولانية أنه عايز يتعب أولاد وبنات الله دي حاجة لما أرجع لسفر الأعمال يا أخت منال ألاقي أن أكتر من تعبوا بولس في الخدمة مش النيرون بالعكس ده كان لما نيرون يقوم على بولس عشان خاطر يتعبه أو يضايقه ده كان يشجع بولس قوي ده كان يعزيه كان يفرح قلبه لكن ممكن نقرأ أعمال 14 مع بعض بعد إذنك أعمال أصحح 14 شوفي كده إيه اللي تعب بولس في خدمة يقول مرة أختار من إخوة اسمهم إخوة إيه كاذبة أكتر لتعب أولاد الله على فكرة الشيطان لم ينجح أن يدمر الكنيسة من خلال التهاد لكنه نجح أن يدمر العمل الروحي من خلال الزوان الذي دخل من الوسط مرة كده بولس قال دخل خلسة يهوزة آسف الرسول يهوزة دخل خلسة أناس فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الضعارة وينكرون السيد الوحيد دخل خلسة أعمال 14 بولس بيخدم في حتة اسمها الاسترا وربنا باركه عمل معجزة حاولوا يذبحوا له قالوا أنه عنه إله وبولس مزق ثياب قالوا ما أبكالكو عن الرب يا جماعة ما نفعش الإضطهاد من خارج ما نفعش أنه هو يدمر بولس لكن إيه اللي بقى نفع مع بولس شوفوا حضرتك كده إقللنا أعمال 14 وعدد عدد كام عدد 18 عدد 19 سمأت يهود من انطاقية وعيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروا خارج المدينة ظنين أنه قد مات ولكن إذا أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة فبشر في تلك المدينة وتلمذ كسرين طيب إيه اللي تعب بولس تعب بولس أنه دخلوا إخوة كذبة جماعة من اليهود دخلوا وقالوهم جماعة الرجل دوت بيكذب عليكم رجل دوت بيتحك عليكم فأقنعوا البقيين أنه هم يجرجروا بولس ويرجموا ما سفوش إلا لما ظنوا أنهم مات مرة بولس بيخدم قال قال المخدم في ظروف صعبة قال من الخارج مخاوف ومن الداخل خصومات يبقى أرجع للسؤال بتاعنا إيه هدف العدو أنه يعمل الزوان دوت أن يتعب كنيسة الرد ونفسي أوي كل جماعة مؤمنين كل أخي بيتعبد للرب وعايز أقول لأحبائي حبائي ما تتوقعوش في الأيام الأخيرة أن الحقيقيين الحنطة الحقيقية عددها كبير أنا أؤمن شخصيا يمكن تختلفوا معي أحبائي أنا أؤمن أن كل ما الرب يقرى بيجي كل ما الحنطة والمؤمنين الحقيقيين عددهم يقل مش كتير قوي وده كلام قال الرب لما تقرى كلام الرب الكنيسة لودوكية آخر كنيسة في السبعة قال كده أنا واقف على الباب وأقرع أقوله معايا إن سامع أحد صوتي أدخل إليه أتعشى معه وهو معي لدرجة من الرب قال إذا جاء حينما يأتي ابن الإنسان قال على الله يجد الإيمان على الأرض ده ما يفشلناش أحبائي لكن ده ما تخلينا نتمسك بالرب في كنيسة ساردوس رب يكتب لكنيسة ساردوس يقول له عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم أسماء ولا يألة بس أنا بحبهم يا رب تكون أنت وحد منهم يا رب تكون أنت وحدة منهم أنا أكون واحد منهم أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم مكتب كنيسة فيه 500 قد يكون فيها 50 أمى للرب بس يا رب ال500 كلهم يقول للرب أمين بس الحقيقة الرب قال هلنا أنه يوجد أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في الثياب بيضاء سؤال بالعنزي أنه طب ليه الله سايب الزوان مدام هو متعب لأولاد الله ليه الله السامح وسايب الزوان ليه الله سايب الزوان أقول أقول ده سر الله سر الله سمعت التعبير ده قبل كده أخت منال سر الله كلام ده أنا ما تجيبته مع عندي كلام ده موجود في سفر رؤية أصحح يمكن على ما أذكر أصحح 18 على ما أتذكر إيه سر الله دوت هطلع الشاهد بس أتأكد سر الله سفر الرؤية أصحح 10 صحح 10 عدد 7 تحب تأري رؤية 10 عدد 7 بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق ويتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء أكمل بالضبط أن يبوق به أيضا يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء إيه هو سر الله إيه هو سر الله سر الله كيف أن الله يسمح أن الزوان ينمو بجانب الحنطة سر الله كيف يسمح الله أن الأشرار ينجحون في طرقهم سر الله زي ما قلت شوية أرمية قال له إيه فساح 12 قال له أبر أنت يا رب من أن أخصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار سر الله يا حباء الأفاضل أرجو أن لا ننزعك لا نتأثر ولا نتعثر ولا نتكسر حينما نجد الزوان موجود ويترعرع حينما نجد الأشرار في المسيحية وفي عمل الله نلاقيهم واخدين يعني سر الله رب سايبه الرب آسط بس زي ما هنقرأ بعد شوية مش يطول كتير حينما ذهب الفعلة إلى صاحب الحقل وقاله أنا أذهب ونقتلع الزوان نخش كده على أي واحد نحس أنه مزيف نمسكه كده من أفا ونقول له يلا تفضل اطلع برة نعمل كده رب قال لهم لا 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 دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد ده سر الله أو حكمة الله حكمة الله بس أنا بعتقد أن ربنا ليه أصد بحب آية قوي موجودة في رسالة كرونسوس كرسالة كرونسوس أصحاح 11 كرونسوس الأولى صح 11 وعدد 19 ماذا يقول كرونسوس الأولى 11 عدد 19 برضو كنيسة كرونسوس كان موجود فيها زوان وحنطة مؤمنين مزيفين مش مؤمنين آسف ناس مزيفين متدينين ومؤمنين حقيقيين مولودين من الله ولادة جديدة طاهرين مخصولين بدم المسيح لكن ما أكثر ما كان يتعب هؤلاء الزوان أولئك المؤمنين ماذا قال الرسول بوليس ليشجع الإخوة في كرونسوس فعدد 19 لأنه لا بد أن يكون بينكم بضع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم بالضبط ليكون المزكونة ظاهرون بينكم يسمح الله يسمح الله أن يجعل الأشرار موجودين عشان يظهر نور الأبرار النور اللي قدامنا دوت اللي موجود حاليا في الاستوديو أنت بيلمع كل ما لست يكون ظلمة يلمع فيسمح الرب بوجودهم عشان خاطر يكون المزكون ظاهرون بينكم ومرة قال أصحاب المسيح يقولوا وبيضدها تتميز الأشياء لكن يحط أحباط شديد ويخلينا نتوارى ويخلينا ناخد جنب ونتقوقع وننسحب أنا بتذكر كلام الرسول بوليس للمؤمنين هو بيودحهم في أفاسوس قال لهم كلام حلو معلش أنا يعني أحبائي سامحوني وحضرتك تحتمليني بقرة شواهد كتيرة ليه ليه يعني ممكن نقولهم من ذكرتنا ونكتفي بيهم بس أنا عايز أقول أنه اللي يحفظنا في أيام الزوان هي كلمة الله إلى الشهادة وإلى الشريعة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجرا كتير أول من أحبائي الأفاضل نسيب الكينسة اللي احنا فيها نسيب العمل الروحي طب نسيبها لهم ونمشي يعني يعني عوقت كتير تأجب بسرعة كتير بلف في الخدمة في بلاد العالم كله لكن ماذا ماذا يقول الكتاب ماذا يقول الكتاب شوفي كده رؤية آسف أعمال الرسل أصحاح عشرين بوليس هو بيودع إخوة أفاسوس وماشي من عندهم ماذا قال لهم يقول لهم خلي بالكم أنه يطلع من وسطكم أعمال عشرين وعدد تسعة وعشرين لأني أعلم هذا أنه بعد زهابي سيدخل بينكم زئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية هل يبقى لحضرتك الزوان ده جاي من بره ومن جوة من جوة ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليه ليكتذبوا التلاميذ وراءهم طيب السؤال بقى يا بوليس يعني أنت عارف أنه يطلع زي مسيدك قال الرب يسوع المسيح هيطلع زوان في وسط الكنيسة في وسط الخدام في وسط القادة الدنيين ألقاه ألقاه طيب إحنا نعمل إيه نعمل إيه حيي ألقى العبارة ليهم هنا وهأرى عبارة ألها التميساوس كمان شوف كده حضرتك في عدد خمسة وتلاتين يقول لهم متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ هنفضل نخدم وهنفضل ندي وهنفضل نبشر وهنفضل نعيش بأمانة للرب ونحط وراء ظهرنا هذا الزوان إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح من السماء أقرى شاهد تاني بعد إذنك من رسالة تيميساوس تيميساوس الأولى أصحاح تلاتة برضو تيميساوس أحبائه هو يخدم في مدينة أفاسوس كان هناك الكثير من الذوان الموجود في هذه المدينة يكلم عنه كتير قوي 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 لكن بوليس بيشجع تيميساوس يقول له خليك سابت يشهد بأمان أصحاح تلاتة من تيميساوس الأولى أخذ أصحة أربعة للاختصار الإراية تيميساوس الأولى ثلاثة أربعة أسف أربعة فضالي من أول أصحاح فتفضالي ولكن الروح أنا أعمل أقعد أحريبهم أقعد أتخاني أنا وهم لأ أدوني الخدمة ديت لأ أنتوا زي مسكين الموضوع دوت إزاي أنتوا مزيفين قالوا لا 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 دوت خليهم لوقت الحصاد خليهم على جانب دولات بس هو في عدد ست يقول له إيه إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح أنت كل العلكة تميساوس فكر إخواتك بالكلام الصالح ويختم الأصحاح بعدد ستتشر يقول له لاحظ نفسك والتعليم يعني بلاش تضيع عمرك كله أصل فلان قال أصل الزوان موجود أصل الكنيسة خربت أصل ما فيش فايدة ولا سمحنا كمصريين منحب أول آية بتاعت سعد زغلول سعد زغلول قال ما فيش فايدة حبها أول إحنا دي يعني يعني سيبين كلام ربنا كله ومسكين في سعد زغلول الله يرحم الله يرحم لكن يقول له إيه بوليس لاحظ نفسك وإيه والتعليم وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا عينك على الكلمة وعينك على إخواتك تشجع الذي عتيد أن يموت أيضا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا طب إزاي نقدر نميز بين الحنطة والزوان إزاي أنا عايش في الكنيسة إزاي أقدر أميز إن ده حنطة وزوان مش بس الكنيسة لكن المسيحية بصفة عامة في المسيحية بصفة عامة يعني أنا أتكلم عن أديان الأخرى مش قضيطي النهاردة مش موضوعي لكن أتكلم عن المسيحية والرب لما أتكلم عن ملكوت السماوات كان يتكلم عن دائرة المسيحية حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا يا أخت منال وهي كيف أميز حلوة كلمة ديت حلوة كلمة ديت لأن بقت حاجة صعبة مش بنقدر كتير نميز كتير بننخدع صح فرق بننميز مؤمنين ما لناش فترة طويلة في الإيمان ما عندناش الخبرة الروحية اللي تخلينا نميز بسهولة من الزوان والحنطة في أوقات منتخدع وعلى فكرة هو غرض العدو أنه يخدع السلماء والبسطاء ناس بسطاء غلاب يحبوا الرب لسه راجعين من الإيمان جداد يعني عندهم كل داخل الكيسة ده قديس يعني أنا بيستعبوا علي سدقيني استعبوا علي ويسألون لو جاي من خلفية أخرى كمان غير المسيحية فاكر أن الكل اللي في كيسة دوت دولت دوت قديسين وهكذا يجب أن يكونوا يجب أن يكونوا أحباء كل من دخل دائرة المسيحية يجب زي ما قال الكتاب كده والذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد في عدم فساد الأسف الناس البسطة اللي بيدخلوا ويلقوا اللي موجودين في الكنيسة بيظنوا أن كلهم بتوع ربنا ويصطدموا لما يلاقي البعض من الموجودين في الكنيسة لا يمتوا لربنا بصلة زي ما قلنا في الأول لهم صورة التقوى لكنهم ينكروا قوة لكن الكتاب يشجعنا أحباء الأفاضل أن يكون عندنا تمييز الرب يسوع قال خلوكم كونوا بسطاء كالحمام حكماء كالحياة يعني في معاملتي مع الناس أنا بسيط لكن عندي بساطة في حكمة وحكمة في بساطة دي ما يدهش للروح القدس أهمية التمييز يا أخت منال رسول يحنى رسول يحنى اللي كتب على سائل يحنى التلاتة وأنجيل يحنى وسفر الرؤية قبل ما يرقد هذا القديس العظيم تكلم عن عن الكذبة وتكلم عن المضل وتكلم على ضد المسيح تكلم عنه هو موجود في رسالة يحنى الخمس أصحاب بيقول لنا كات خلي بالكم يا جماعة لأن أرواحا كثيرة دخلت إلى العالم يا حبائي الضلال والزوان مش موجود النهاردة في القرن الواحد وعشرين لكن موجود من أيام المسيحية الأولى هنقرأ وقت في سيد يحن الأولى مع بعض ونشوف وبما أنه يوجد ضلال أنا عايز تتخاف أو تترعب وتقول أن الطريق مع المسيح ده أنا عايز نافيجيتر ولا عايز أفي نافيجيتر لو أنت عايز حضرتك لو عايز مرشد لو عايز قال كده الكتاب نموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما بها يحذر عبدك وفي حفظها سواب عظيم أهمية التمييز مهمة طلعت يحن الأولى ممكن نقرأ صحة أربعة عدد واحد من فضلك يا أخت ملا تمساوس يحن الأولى أربعة صحة أربعة عدد واحد أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح أيها بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم يبقى هنا بيقولهم لا تصدقوا كل روح يعني كل روح هنا كلمة روح معناها فكر معناها اسلوب معناها تعليم معناها مظهر للناس التي تدخل إلى الحياة الروحية المسيحية لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أرواح كذبة كثيرة دخلت إلى العالم طب لو رجعنا الأصحاح 2 وعدد 18 يقولنا أيها الأولاد أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضد ضد للمسيح كثيرون من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة أضد للمسيح كثيرون طب جايلنا من زحل ولا من عطارد كميلي حضرتك مننا خرجوا من نص الكنيسة من نص الناس اللي بتعبدوا للرب مننا خرجوا لكن سمعوا حباقي بيت الآية حلوة قاوية لكنهم لم يكونوا مننا لكنهم لم يكونوا مننا مننا كمكان جغرافي يعني من الأعدى دي موجودين بالجسد معنا من الموجودين في المبنى دوت لكنهم لم يكونوا مننا أي لم يكونوا مننا كعائلة الله المولودين ولادة جديدة الذين يسكن فيهم الروح القدس الذين اختسلوا بدم المسيح حتى لو بقوا خدام وقصص ومسؤولين وقاضة مننا خرجوا لكنهم لم يكونوا مننا ما تتعصرش حضرتك ما تفاجئش ما تسيبش الكتماعات والمسيحية والخدمة هكذا قال الكتاب لأنهم لو كانوا مننا لا بقوا معنا مش بقوا معنا في نفس المكان اللي بنصلي فيه لكن بقوا معنا في العبادة والتكريس وانتظار مجيء الرب وحياة القداسة وحياة الحب الحقيقي للرب الذين يحبون ربا يسوع المسيح في عدم فساد لابد من التمييز والسؤال كيف نميز إزاي نميز هل محتاجين درس يعني الواحد يروح ياخد كرس كده يسافر له ألمانيا ولا أروح أعظم كليات اللهوت عشان أخد تميز لا كيف أميز في نفس الأصاحة اللي فاتحها حضرتك حلوة كلمة ربنا ولن نميز إن لم نرجع إلى كلمة الله لندرس كلمة الله لا لنأخذ معلومات وإن كان جميل لكن نركع أمام كلمة الله ونقول له يا رب في الأيام الأخيرة أعمل معروف يا رب بكلمتك بنورك نرى نورا فتح كلامك يونير يعقل الجهال أكثر من الشيوخ فطنت لأني عرفت كلامك ووصياتك كيف نميز لو تسمحي حتى تقرأ لنا عدد عشرين في أربعة في أصحة اتنين يحن الأولى اتنين عدد عشرين في عدد عشرين وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء يا سلام وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء المسحة إيه المسحة دي عطية الروح القدس في داخله تأييد وتعليم الروح القدس في أتنين على المسحة واكتفي بها عدد سبعة وعشرين فنفس الأصحة برد حلوة كلمة الله فنفس الأصحة وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه لكم مسحة وهذه المسحة عمل الروح القدس خليط ما بين المسحة وكلمة الله لأن سيف الروح الذي هو كلمة الله في جو الصلاة تقولي إزاي وأنا في الخدمة الأسبوعين فاتت في إحدى الولايات حكولي عن واحدة رجع للمسيح من خلفية غير مسيحية ما بقلهاش يمكن شهور قليلة وجالها واحد من الزوان وسط المسيحية حاولي يضللها ويبعدها عن حق ربنا في الكتاب عرف قلت له إيه؟ قلت له أنت مش من ربنا أنا زهلت لما سمعت الكلام دوت مع أن جالها واحد من رجال الدين قلت له أنت مش من ربنا إزاي سبت تقولي الكلام دوت أنت لديت وضع فيش حاجة قالت له الكلام تقول دوت مش موجود في كلمة الله المسحة التي أخستموها منه ماذا تفعل؟ يقول الكتاب كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء أشكرك يا رب وهي حق وليس تكذبا كما علمتكم تثبتون فيه أي في المسيح مش عارف أقول لك موضوع رائع أكثر من رائع واحتياجنا قوي لكن ده كمان بيحط جوانا خوف أستأذنك نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا ونكلم أمين نحط الأمر ده قدام ربنا أن يعلمنا كلنا لأنه أوقاتي ممكن يكون جوانا خوف أنا مش عارف دلوقتي أنا بقيت مين أنا زوان والله حنطة وأنا برضو أشجع قبل ما أسيب إخواتنا في الفاصل ما تتخضوش وما تقلقوش يعني أنا عافية أن أحبانا نحب اسمها حاجات مشجعة لكن إحنا قدام حقيقة خطيرة في الأيام الأخيرة أرجو نعطيها أهمية ونشوف في حاجات مشجعة بس بعد نرجع مفاصل إن شاء الله أحب أنا المشاهدين نشكركم على متابعاتكم نطلع فاصل قصير ونرجع تاني معاكم نكمل موضوعنا حنطة أمزوان بنشجعكم على الاتصال بنا على رقم التليفون الموجود على الشاشة بنرحب بكل أسئلتكم وكمان بتلبوت الصلاة اللي عندكم فريق الصلاة بالكامل على التليفون مستعد أن يصلي معاكم نطلع فاصل ونرجع مرة تانية خليكم معنا من حبك للعالم جيد واتعشن يا ربي بقيد من حبك للعالم جيد واتعشن يا ربي بقيد شايل عارنا دبتي ماررنا رجعت انهرنا وخلي أحزننا تراب والدوم عايش أنا في العالم أيوان والعالم مش عايش فيها قلب تعالق بالمسكور وبحب العيش في العالم لكن بكره كل خطيئة لم تعطريني ونطيوم ما بحبش عالم نيزون وطني السماء وتمالي بقول ما بحبش عالم نيزون وطني السماء وتمالي بقول لو حبيت العالم حاشق حبك عدو والله معقول ده أبوي العالي المحبوب عايش أنا في العالم بيوى والعالم مش عايش فيها قلبي تعالى بالمصلوم وإذا حيب العيش في العالم لكن بكرة كل خطية لم تعطليني ولا خيوط عالم ثاني وكل حروب واللي يحيب ويعيش مغلوب عالم ثاني وكل حروب واللي يحيب ويعيش مغلوب وقلوبة تيبين بتسيبه وتروح لللي جعلها توم وإشباع بكلام المكتوب عايش أنا في العالم بيوى والعالم مش عايش فيها قلبي تعالى بالمصلوم وبحب العيش بالعالم لكن بكرة كل خطية لم تعطليني ولا خيوط عايش أنا في العالم بيوى والعالم مش عايش فيها قلبي تعالى بالمصلوم وبحب العيش في العالم لكن بكرة كل خطية لم تعطليني ولا خيوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتزعم وكل برنامج بيشوفوا الملايين في دول مختلفة حول العالم بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمل اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at karmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach California 90740 أحباً للمشاهدين أهلاً بكم مرة تانية بعد الفاصل بستوديو قناة الكرمة ونكمل حلقتنا مع بعض حنطة أمزوان مع ضف حلقتنا لأخي قليا كرولوس أهلاً بك يا أخي قليا مرة تانية عايزين نرجع تاني نكمل في النقطة بتاعت التمييز هل كلمة الله بتقول حاجات تانية عن التمييز زي نميز بين الحنطة والزوان بالنسبة للتمييز بالنسبة للتمييز زي ما قلنا من شوية هناك علامات وهناك خطوط عريضة نستطيع من خلال دراسة كلمة الله أن نميز بين الحنطة وبين الزوان بين المؤمن الحقيقي المولود من الله ولادة جديدة الذي يسكن فيه الروح القدس وبين الزوان الذي له سورة الطقوة أخذ بعض الحاجات حاجة الأولانية أن المؤمن الحقيقي تدور حياته حول المسيح الحنطة الحقيقية مثلا بوليس يقول لي الحياة هي المسيح ولم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصدوبة كلامه عن صبيب المسيح اختباره يسوع المسيح حتى نقرينا في رسالة يوحن من شوية كل روح لا يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو ليس من الله الحنطة الحقيقية تدور حول عمل كفارة صبيب المسيح الشخص الزوان اللي موجود جوه الكنيسة أخذ بالك ما لهوش علاقة بالصليب ما لهوش اختبار بالصليب ما يحبش الصليب ويكلم عن ربنا اللي بيأكل واللي بيشرب واللي بيدي والله عظيم والله بار والله حلو والله جميل الحياة نايس الحقيقي له اختبار بعمل صليب المسيح يسوع وإياه أسلوبا أخي لي معنا اتصال استأذنك ناخده نكمل معنا الأخ ميشيل من كاليفورنيا أهلا بيك تفضل حضرتك على الهواء أهلا بحضرتك مساء الخير أخي لي أهلا بيك أهلا وسهلا بيك حبيبي أهلا أستمانال أهلا بيك أخي ميشيل أهلا وسهلا أنا شعيزة ضايع وقتكو بس كنت عايز أسأل أخي لي إذا كان فيه زوان واضحين وفي حنطة واضحة لكن أحيانا ديكون فيه زوان تحت طايتل كده اسمه مختلفين في طريقة العبادة فهل يا ترى أن احنا نناقش لأن هؤلاء الناس بيقولوا أن هما مثلا طايت مختلفة أو ما شابه ذلك هل حضرتك بتنفح أن لأنهم هيرفضوا التوبيق هيرفضوا الوعظ فهل ترى أن ندخل في نقاش مع التواقف عكس اللي يمكن قول بحضرتك في الأول أن الخلط تسيبه يعني الله لي قال أن احنا نسيبهم لوقت الحصاد لكن هل نناقشهم عشان ننزع على العصارات من أمام المؤمنين البديئين أو أفراظ للإخوة أنا عايز أسألك يا خمشيل إيه معنى تقصد اختلاف طريقة العبادة يعني بحة جديدة خلينا نتكلم بفراحة لفائدة الكل يعني أحنا بيقول أن المسيحين أو طائف المسيحية تشترك في الجوهر ولكنها تختلف في مظهر العبادة وأنا أعرف أو آخرين يرون يعني أن الاختلاف في مظهر العبادة يجور على الحقائق الكتابية ويجور على الحق اللاهوتي في كثير منهم فهل لنا كما قلت مرة أسأل النفس سؤالي هل لنا ندخل في نقاش معهم وإن كان في نقاش هل ندخل في هذا النقاش بعيدين أو مبتعدين عن المجادلات التي قال عنها الكتاب؟ أنا مش بنصح أو الكتاب مش بنصح بالمجادلات والمناقشات اللي سمها الكتاب أما المباحثات الغربية اكتنبها لأنها تولد لأنها تولد خصومات الزوان ليس اختلاف في طريقة العبادة الزوان هو ليس اختلاف الطائفة الزوان هو ليس اختلاف تفسير الكتاب لا دامي الزوان يا أخي مشيل لا أنا بتكلم حضرتك بقول أن تحت هذا التايتل في موجودين زوان يعني تحت هذا التايتل في بضع وفي حاجات غريبة جدا ونشوفها شوف هو المساحة التي لا تقبل قد نختلف زي ما قلت في تفسير بعض الآيات دامي الزوان أنا بس أوضح في كترة الحد الآخر قد نختلف في طريقة العبادة واحد يتعبد بحماس والتاني يتعبد بهدوء واحد يتعبد بدموع والتاني يتعبد فرحان واحد يتعبد كده هادي وسكاتي والتاني بهايس لا مش هو داوت خاص مش بيكلم فيه داوت النهاردة لكن الزوان هو من لم يسكن المسيح فيه نمرة واحد ونمرة اثنين الزوان هو الذي يبتعد تماما عن الحقائق الأساسية أي الحقائق الأساسية المسيح هو المخلص الوحيد بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ليس بأحد غيره الخلاص الكتاب المقدس موحى به من الله الحاجة الأخيرة أو نتفق عليها كلنا بالإجماع عظيم هو سر التقوى أي ما نتفق فيه عليه جميعا أن سكن المسيح في القلب تولد قداسة حقيقية إذا كان هذا الاختلاف في هذه المساحة نبتعد نبتعد عن كل ما يمجد الله في هذا الأمر أما كانت مساحة الاختلاف زي ما قلت حاكم شوية بس الاختلاف في تفسير آية أو طريقة العبادة لا دام يخشش تحت باب الزوائد شكرا لك لكن في سؤال تاني جالنا في الكونترول روم حد بيسأل بيقول أنه هو بيخدم في كنيسة والكنيسة بيحطوا عليه أعباء أكتر في الخدمة لكن هو مش بينمو في الكنيسة دي وهو مش مرتاح ومش مبسوط وهو بيفكر يسيب الكنيسة دي يعمل إيه لأنه مش بينمو فيها وفي نفس الوقت بيحطوا عليه أعباء أكتر في الخدمة عندي إيجابتين الإيجابة الأولانية هو أل أنا رايح الكنيسة عشان أخذ فقط بس هل المؤمن دوره موجود في الكنيسة أخذ 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 الإيجابة لا طبعا صحيح حين نروح الكنيسة تعزى وتبارك وتشجع ده شيء جميل لكن في ناس أل عنهم الكتاب الذين كان لسبب طول الزمان يجب أن تكونوا معلمين يعني هناك خدمة لكل مؤمن في جسد المسيح فالسؤال هل أنا بقوم بالدور بتاعيك رب عايز تخدمني في هذا المكان أكون باركة لقد استخدم الرب ليدية بقعة الإرجوان لتكون باركة لمدينة فيليب بكلها لقد استخدم الرب طيطس لتعزية كورنسوس لقد استخدم الرب السامرية لتكون باركة للسابرة كلها فبسأل أخي الفاضل للبعث السؤال دوت هل حضرتك صليت للرب وقلت له رب إيه الدور اللي علي إن أنا أمبي في الكنيسة ممكن يعني أنا أقدر ممكن أكون حطينا عليك أعباء خدمات كثيرة كثيرة أنا ممكن تعتذر حضرتك عن خدمة أو اتن أو تلاتة الخدمة خدها من فضلك من الرب بوليس قال عبارة حلوة بحبها وقال يا علي قال حتى أتمن بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع صلي حطين عليك خمس خدمات صلي يا رب إنت عايزني أعمل إيه في الكنيسة دي رب يقول لك خدمتين كفاية عليك اخدمهم بأمانة وخليك أمين في القليل أقيمك على الكثير لكن فكرة سيباني الكنيسة دي أنا مش بشجحها كتير دايما الدكتور الشاطر ما بيلجأش الموضوع على البتر إلا ده الحل رقم خمستاشر فاللي بنصح به في الأول اسأل الرب فين مكاني وفين خدمتي وبقول كمان يا حبائي أن زهابي للكنيسة أو لمكان اجتماع الكنيسة ليس بهدف فقط أن أنا أخذ فقط لكن كاش رب يستخدمني بركة حسب ما أرسلني لي الرب في هذا المكان لكن ممكن يقلل الأعباء اللي بتتحط عليه يعني ممكن يعتذر مثلا عن بعض الخدمات يكتفي بخدمة أوتنين زي محضرت ويعتذر على الأعباء الكتير المحطوطة عليه علشان في نفس الوقت يقدر يعملهم بمنتهى الأمانة وفي نفس الوقت يقدر يعملهم بإخلاص وبأمانة وهو حاسس بوجوده في الرب يعملهم بالروح بالظبط الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع نرجع تاني لموضوع التمييز وزي نميز بين الحنطة والزوان قلنا أول حاجة أن الحنطة أو المؤمن الحقيقي مؤمن يدور حياته حول المسيح مؤمن يدور حول حياته على تجسد المسيح دي حاجة أما الشخص الزوان فهو يتكلم عن الله الخالق ويتكلم عن الله العظيم والله المعطي والله البارئ والله الحلو لكن لا علاقة له واختبار بصليب المسيح يا حبائي محك المسيحية الحقيقية هي الصليب هو اختبار حقيقي أتقابل فيه مع المسيح عند الصليب أقول مع الرسول بوليس الذي قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومطهدا ومفتريا ولكنني رحمت اختبار حقيقي حصل في عياتي بعمل صليب يسوع المسيح دم يسوع الذي يطهر من كل خطيئة أقول فرق كمان تاني أنا عايزة أسأل يعني قصة صلب المسيح هو يؤمن جدا بيها أكيد لأنه ممكن أختبرها أو ما فيهاش اختبار هي بالنسبة له قصة بالنسبة له قصة المسيحية اختبار وليس مجرد معرفة عقلية فالشياطين يؤمنون يصد يعني يعرفون يعني لأنه فيه إيمانة ومعرفة يؤمنون وإيه كمان يخشعرون اختبار عمل صليب ودم وخلاص المسيح في حياتي حاجة تانية الحنطة أو المؤمن الحقيقي المولود من الله هدفه أن يتعظم المسيح بينما الزوان يدور حياته حول زيته أجيب أيتين واكتفي بيهم قال يحن المعمدان ينبغي أن زاكى يزيد وإني أنا بينما الزوان في الخدمة أنا محدش احترامني أنا يا جماعة من الظهر يا جماعة حسوا بي أنا 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 وأنا دي بعيد عنك تعباء تعباء قوي تعباء قوي أنا عنده دي كبيرة قوي كلام تنقح عايزين بيقوله يخدم عشان يظهر ويتكلم بأنا قال كده عنهم الكتاب هؤلاء يخدمون أنفسهم ولا يخدمون ربنا يسوع المسيح أدي حاجة تانية كمان يبقى الحنطة تدور حول يزيد المسيح في حياته ويختفي هو الزوان تدور حياته حول نفسه وحول نفسهم أول حاجة كمان تاني يقول الكتاب عنهم في رسالة يهوزة هؤلاء هم نفسانيون لا روحة لهم يعني نفسانيون يعني أنا حاسس بكده أنا شايف كده أنا وجهة نظري كده ده المقيس بتاعته حاسس شايف الناس أصلها بتقول هو كلامه كده نفسانيون لا روحة لهم هذه حكمة نفسية أرضية شيطانية من الأرض وممكن كمان فهو وفوكس قوي على نفسه كل حاجة تجرحه كل موقف يحصل ياخده على نفسه بالضبط فبالتالي يطلع من جواه يخبط بقى في الحوالي لأنه بيدور حول نفسه نفسانيون لا روحة لهم يعني يعني ينقاضوا وتوجيهاتهم وتحركاتهم بما تملي عليهم أراءهم ورغبتهم الشخصية أما الحنطة الحنطة يتحرك ويخدمه بحكتين بأمرين قالها الرسول بوترس صحربعه في رسالة الأولى إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله شخص الحنطة الحقيقية يخدم بقوة الروح القدس ويتكلم بأقوال الله بيلي جريهم غالي علي قوي طبعا وغالي على كسرين من الخدام ربنا بيلي جريهم عنده عبارة مشهورة قوي بتقول زبايبل سيز يقول حتى دي عبارة بيلي جريهم بايبل سيز الكتاب المقدس بيقول الزوان يتكلم بما يشعر وبما يحس وبما يرى ورأي الناس ورأي لكن الشخص الذي هو حنطة حقية يخدم ويتكلم بقوة الله وأيضا بروح الله أقول حاجة واكتفي بيها للتمييز بين الزوان والحنطة الزوان سبب ألأ يعمل ألأ أينما وجد عامل ألأ يعني كده قال عنه الرسول في عبراني 12 اسمع العبارة دي حضرتك لألا يطلع أحد أصل مرارة ويتنجس فيصنع عن زعاجا ويتنجس به كسيرون يعني إحنا كده قاعدين قاعدة حيلة والوقت يبحكي عن الرب تخيلة مثلا طلعت لنا كده تعبان من النص الوقت هنسيب الستوديو ونطلع عن يجري الوقت إحنا برا هذا هو الزوان أينما يدخل في الخدمة في اللجنة في قاعدة يقليبها ناكد حتى في الخدمة عامل لنا آلأ عامل لنا ناكد وياما كناس مقلوبة ومتنكدة وضيع الجهد ضيع الجهد في الاجتماعات واللجن بدل ما بدل ما نطلع زيارات ونعمل تكريس لا النهار كله عايزين نصالح فلان فلان مأموس فلان زعلان فلان واخد على خطره رايحين نصالح وجايين نصالح فلان مأموس وفلان صعبان عليه النهار كله على الفريوية رايحين جايين واخدين معنا كيك واخدين معنا ترطة ولورد عشان نصالح فلان اللي عامل لنا آلأ في الكنيسة هذا هو الزوان يا وأكتفي بمثال واحد في سفر العدد صح 16 شعب الرب طالع من البرية من أرض مصر وفرحان بربنا وبأعمال الله عرف موسى طرقه وبان إسرائيل أفعاله يطلعوا تلاتة بعيد عنك قرح ودفان وأبي رام يعملوا إيه بقى يعملوا ألأ حب تقرأ الشاهد دو ممكن في سفر العدد أصحاح 16 ومرة تاني أحب بقهم بيسمعوني أرجو أن هم ما يزعلوش وما ينزعجوش بس بيقولوا الوقاية خير من العلاق لبركة حياتنا وكانيسنا واجتماعاتنا يلا راجع نفسنا هل إحنا حنطة أم إحنا زوائد سيفنا عدد الصح 16 تفضلي ألينا من أول عدد من فضلك وأخذ قرح ابن يسهار ابن قهات ابن لاوي ودثان وابيرام ابن ألياب وأون ابن فالد ابن رأوبين ويقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل مؤتين 250 وخمسين رؤساء الجماعة مدعوين للإجتماع زوي أسم خلي بالك ده عاملوا حوليهم إيه كمان شل 250 واحد يعني شون متأتا بس ده قال عنه يصنع انزعاجا ويتنجس به كثيرون وعلى فكرة عدوة الزوان سريعة قوي ده بيسموه بالبلد زرعش طاني يه بيقولوا عنه كده يعني زرعش طاني يطلع بسرعة وينمو وينمو بسرعة لو تفتكر معايا نبات الأولوديا أو ورد النيل في مصر يعني اللي بيطفو على المياه ده جابوا عشان عملوا عليه تجربة أو شاف يعمل إيه أهم بسرعة في ظرف سنتين ملني لكله وسد الطريق فعمل ألأ أحبائك الزوان سريع العدوى وسريع الانتشار قورح ودسان وأبيرام لموا معاهم 250 وقالوا إيه بقاه بص الألأ اللي عملوه وقالوا لموسى وخارون كفاكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب عملوا ألأ بس أنا بيعجبني الحنطة موسى موقفش قدومه ألوم إيه اللي بتقوله دوت ده أنا موسى لشقة البحر وهارون ألوم أنا هارون رئيس الكاهنة بتكلمه زي أنت يا ابن أنت هو لكن طبعا موسى وهارون اتكافوا على وشهم قدام الرب وسابوا الرب يتصرف مع الزوان ليه وقت الزوان ليه وقت الزوان عرف إيه اللي حصل في الآخر قصة إن فتحت الأرض إن شقت الأرض وفتحت فاها وبلعت قورح ودثان وابيرام ونزلوا أحياء إلى الهوية الزوان ليه وقت وليه آخر لازم هينتهي هو فيه سؤال جالنا دلوقتي في الكونترول روم هم عايزين توضيح أكتر إنه إيه الطريقة اللي ممكن نتعامل بيها مع الزوان ماذا السؤال اللي جاي اللي جاي مزبوط إيه موقفنا منه وإزاي نتعامل معاه هل نتعايش معاه ولا نقومه عندي أربع إجابات عايز أقولهم بسرعة الإجابة الأولين اختمانال لنصحة ولا ننام ده نمرة واحد هرجعتاني المثل بتاعنا في متة 13 متى زرع الزوان أحبائي والناس إيه نيام والناس نيام والناس نايمة جاء العدو وزرع الزوان فده الأمر الأول نحتاج في حياتنا الروحية إلى صهر يقزة انتباه تمييز روحي يا رب وده ما يجيش يشغل بالشركة مع الرب أحباء الأفاضل لما يكون عندنا شركة مع الرب وعندنا صحصحة وعي روحي نحمية بيبنى الصور هو بيبنى الصور حاولوا الأعداء يجوا عشان ينزلوه من على الصور وهو بيبنى عمل ربنا انزل يا نحمية نقعد نحكي مع بعض حبيبه نشرب كده كافي مع بعض عنده تمييز وعنده صحيان قال لهم لا أقدر أن أنزل لأني عامل عملا عظيما محتاجين إلى صحصحة إلى يقزة إلى انتباه روحي الأمر الأول الأمر التاني يجب أن نتحذر يبقى عندنا حذر من الزوان قال كده بوليس لابنة المساوس فأصحة أربعة من الرسالة التانية قال له اسكندر النحاس ده زوان أظهر لنا شرورا كثيرة ليجازيها الرب بس احتفظ أنت منه خلي بالك منه خلي بالي من الزوان ما يضحكش علي ما تزحلقش ما بلعش الطعمة بسهولة مش اللي يجيلي بكلام ناعم ومعسول حبيبي أنت يا أخو يد انت غالي علي ويجيب لهدية عشان خطر يجرجرني معاه زي ما عامل قورح ودسان وخدهم 250 واحد معاهم دي حاجة حاجة رقم ثلاثة كمان اللي كيف نتعامل بها مع الزوان هي أننا أتكلم إليهم بكلمة الله لكن لا يكون لها شركة معهم صعبة يعني صعبة شوي صعبة شوي صعبة شوي أقول له أنا آسف مش هقدر أعمل شركة معي شوفي لأنه بيجي وبيعبد معي مفروض أنه في الكنيسة وإحنا بنيجي قدام الرب ونعبد معا تمام تمام بوليس قال عن واحد في رسالة تسالونيكي قال أنه الذين يسلكون بلا ترتيب الذين لا يمجدون الرب في حياتهم اللي واضحين أو أنهم زوان قال كده مثل هذا لا تخلطوه سموا مثل هذا لقى مميز دوته ما اختلطش بيه عندي آية واضحة أوية أخت منان لما بيقول أي شركة للنور مع الظلمة أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان أنا أصلي لما الرب يوضح لي أن دوت زوان أنا لأ دين أنا لأ دين لكنني لكن علي مسئولية علي مسئولية تكلم وبخ انتهر عظ بكل حكمة بكل أنات بس أنا ما أقدرش أعمل كده وأنا وأنا وأنتاني ملخبط وأنا التاني بعرج بين الفرقتين لكن لما أكون بسلك حسب كلام الرب بروح المحبة والوداعة والدموع أروح للزوان ده وتقول له خلي بالك أقدم له آية من كلمة الله إذا قابل وتغير أهلا وسهلا أبقى لشركة معاه أما إذا رفض وأصر أن يمشي في الطريق بتاعه أنا عندي أمر إلهي أنفزه هو لمولاه سيأتي وقت الحصاد والرب هيقتلعه لكن إلى هذا الوقت أنا مليا الشركة معاه ما أقدرش أروح أكل وأشرب وقعد وحكي معاه لأن المعاشرات الرضية هتعمل هتفسد الأخلاق ممكن بعد شوية لقي نفسي أنا كمان بقيت زوان بالضبط بالضبط هتأثر وهمشي معاه في نفس الطريقة همشي معاه في نفس الكلام وعيش معاه في نفس الطريقة موضوع الزوان والحنطة بيصير مخاوف جوانا يعني بيحطنا قدام خوف كبير أنا مين فيهم هل أنا زوان ولا أنا حنطة أنا زي أعرف أنا ماشي صح أنا حنطة ولو أنا زوان إزاي يتعامل مع نفسي إيه المطلوب أن يعملوا مع نفسي لو أنا اكتشفت النهاردة وربنا فتح حناية أنه أنا زوان ومحتاج أتغير الأول ده عندك جزئيتين أخذ جزئية الأولانية أنه قد يصير خوف في داخلنا ما فيش مانع مش عيب أن أنا أخاف أحباء الأفاضل مش عيب أن أنا أشعر بالخوف مش عيب أبدا بالعكس ده المؤمن اللي خاف على روحه ده حاجة كويسة حاجة كويسة مؤمن حساس ده أبو طرس لما الرب نظر إليه خرج إلى خارج وبكى بكاء مرا لكن أقول لأحباء الأفاضل أنه هذا الخوف وهذا القلق يصير فيه التصاق في الرب أكتر ويصير فيه حياة من الصهر والجهاد قدام الرب قدام الرب الحياة الروحية مش حياة سهلة أحباء الأفاضل لكنها حياة جهاد وشركة مع الرب بوليس مرة قال للعبرانين أنكم لم تجاهدوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة حاجة كمان تاني مرة الرسول بوليس قال للمؤمنين في كورونسوس التانية قال لهم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان مش عيب مش عيب مش عيب ولا سيامة لو أنا لو أنا لو أنا لو أنا ملخبط لو أنا ملخبط أش بكلم على واحد العدو بيشككه لأن المؤمن الحقيقي حتى لو هو اتخذ في زلة دي قصة أخرى لكن زي ما سمعنا من شوية عندنا مسح من الخدوس الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله لكن في نفس الوقت جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان هل أنا حقيقي ابن لله مولود ولا أنا مخدوع أنا مخدوع في نفسي وبعدين في مقياس أقدر أقص نفسي عليه إذا كنت أنا حنطة أم زوان المقياس دوت المقياس دوت هو مقاله الكتاب في مثلا الكتاب يقول لنا في رسالة يحنى الأولى أصححة 2 إن علمتم أنه بار اسمعوا الآية دي حلوة أختماني لو أحب الأفاضل إن علمتم أنه بار فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود من الله المقياس الحقيقي للمؤمن اللي هو فعلا حنطة أن كل من يصنع البر إيه هو البر يا أختماني البر هو الحق الحاجة الصح كلمة البر متأخده الإنجليزي بتاعها دايما أقول واضحة قوي رايشيسنس جاي من كلمة رايت رايت يعني صحيح يعني مظبوط إعلاموا أن كل من يصنع البر مولود من الله البر يعني الحاجة الصحيحة حقيقي هل أنا عايز صح في كلامي في عباتي في تصرفاتي في سلوكي في داخلي هل أنا بمجد الله في حياتي هل الروح القدس راضي علي في داخل الحياة هل أنا بنمو إلى مقياس قامت من المسيح لكن لو لو إحنا مش هنقاوم إحنا مش هنقاوم الزوان لا مش هنقاوم الزوان لا هنسيب الزوان لا الله قال هنسيبه أنا كنت أتمنى قومه لكن لكن رب قال دعوهما ينميان معا لكن أنا مسئوليتي أعلم نفسي كلمة الله وعلم إخواتي الأمنة كلمة الله زي ما قلنا لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك انفعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا يعني إحنا هنطرك الخطأ يحصل قدامنا هنسيب الخطأ يحصل ليوم الدينونة أنا مش موجود في العالم عشان أصلح الكون لكن أنا لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لو كنا إحنا مطالبين نصلح الكون ونصلح دائرة المسيحية كان واجب علينا كان الرب قال يلا جماعة روحوا اختلعوا الزوان دوت لكن الكتاب يقول لي تميساوس إيه أما أنت فصح في كل شيء أما أنت يا إنسان الله فاخرب من هذا طيب يا رب الزوان هنا وفي الكنيسة وفي اللاجنة دية في الكنيسة دوت أما أنت بس خلي بالك برضو اخت منال لما بيكلم عن الزوان كانش يصد الكنيسة برضو عشان أقول بس إجابة دقيقة يعني الزوان لما الرب بتكلم عن الزوان في المثل بتاع كان بيكلم عن الحقل والحقل هو العالم المسيحي أما الكنيسة فليها حكم آخر برضو يعني لما تكلم عن الكنيسة الكتاب وأكتر رسالة بيتكلم فيها عن الكنيسة سيد كرونسوس تكلم في أصحاح خمسة إذا ظهر زوان وإذا ظهر حرام في الكنيسة ده ليه موقف تاني كرونسوس الأولى خمسة في عبارة جميلة بتقول اعزلوا الخبيث من بينكم إحنا الوقت عايزين نصلح العالم ونسيب الكنيسة الدنيا مقلوبة الوقت عايزين نطلع ونكسر الدنيا ونصلح العالم ونسيب الكنيسة جوه لأ ربنا أنا لم نصلحش العالم سيب الزوان طالع وما نعمل صحيح أذهب إلى العالم أجمع وأكرز بال إنجيل من آمن واعتمد خلص أما الزوان في وسط الكنيسة فهناك وراح يحربوا بلد سغل اسمها عايز إلا حصل لهم يا أختي مانال انكسروا انكسروا طب ليه السبب ربنا قال ليه يا شوع في وسطك حرام يا إسرائيل حينما مقول الكلام ده أحباقي البعض يقول لي يعني يقول لي لا أبص أخي لي كل واحد يشيل مسؤولية نفسه في الكنيسة صحيح كل واحد يشيل مسؤولية نفسه ده بصفة عامة لكن كنيسة الرب وجسد المسيح جسد لابد أن يكون عجينا جديدا اقرأ كرونس الأولى 5 لو سمحت يا مسؤولين عن كنيسة ربنا في كل بقاع العالم نقوا من بينكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا إذن اعزلوا الخبيث من بينكم يعني يا عزلوا الخبيث بينكم واحد مسؤول واحد في اللجنة واحد في الجماعة اللي بتخدم واحد في فريق الترميم واحد في الوعز واحد مسؤول عماس الأحد وطفر طلع أنه هو زوان يجب أن جماعة المؤمنين مش تروح تقصه على طول لا طبعا صلوا من أجله صلوا معاه اظهروا له المحبة مكنوا له المحبة رحولوا بكلبة الله وقلولوا اللي بتعملوا ما مجيتش ربنا إذا سمع وأطاع خير وبركة ما سمعش لابد أن يتخذ منه موقف حتى لا يخمر العجين كله والبركة تقل عن الكيسة معنا اتصال تليفوني ناخته معنا بنت الرب من نيوجيرسي أهلا حبيبتي تفضلي حضرتك على الهواء أهلا أهلا بيك حبيبتي تفضلي أهلا بيك أنا كنت ليا مدخلة معاكم الأسس الأخيلية هو في حاجة قالها فانا عايزة أخذ تفسير عنها لما بي شبه فضالي حبيبتي سامعينك أهلا بني كورح أهلا لما قال عنهم ان هما من دل اتنين ضموا 200 واحد ليهم وبعد كده دولا شبههم بالدوان فضالي يكملي فهنا مزمورين لبني كورح مزمور 84 و85 فإزاي هما كده وإزاي شكرا سؤالك رائع جدا ويدل على انك صحية مش نايمة وده يطمننا ان الزوان مش هيجي نحياتك اللي حصل انه في القصة دي في عدد 16 قورح الاب الكبير ودسان وابيرام هما اللي نزلوا احياء الى الهوية اما مزمور 85 اللي تكتب اللي كتبوه بانه قورح وقالوا ما احلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بالتطوخ نفسي الى الرب ده من نسل قورح من الاجيال اللي جات من نسل قورح وده بيدل على نعمة الله نعمة الله تقبل من يتوب ويرجع اليه فقورح الاب الكبير نزل حي الى الهاوية زوان لكن ولاده ولاد ولاده ده ولاد ولاده ده الجيل مش عارف الكام عشان اقول كلمة صح مش عارف الجيل الرابع العاشر كام ده لان الرب بيقول انه هو يفتقد زنوب الاباء في الابناء الى الجيل التلت والرابع من مبغضية يعني من مبغضية يعني اللي بيستمروا يعيشوا في الخطأ والضلال والبعد لكن اذا الاجيال اللي بعد كده تابت ورجعت للرب اخت الفاضلة الرب قال انه حنان ورحيم طويل الروح كثير الرقفة لا يحاكم الى الابد لا يحقض الى الظهر لم يسمع معنا حسب خطيانا ولم يجازينا حسب اثامنا الاجيال اللي بعد كده من ناس لقورح ابلها الرب واصبحوا من ضمن فريق الترنيم اللي موجودين في هيكل الرب وكتبوا اروع الترنيم مزمور اتنين واربعين ومزمور اربعة وثمانين اخي ليه استئذنك ناخد فاصل قصير ونرجع تاني امين احبقنا المشاهدين نطلع فاصل قصير خليكم معينا ونرجع تاني صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكرمة في غاية الاهمية لاستمرار القناة من فضلك ارسل لنا تطرعك الآن على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info at karmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني www.alkarmatv.com او اكتب لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 أحبقنا المشاهدين أهلا بكم مرة تانية وموضوع حلقاتنا النهاردة حنطة عم زوان أخي الجسديين مش بيتقال عليهم الجسديين من الزوان وإن كان تصرفاتهم مش مقبولة عند الرب وفي نفس الوقت ربنا مش بيفرح بيهم لكن هم قد يكونوا مؤمنين أولاد لله والجسدي الجسدي لا يرضى الله رمية 8 الجسدي لا يعيش في أفراح وسلام لا يستخدمه الرب لكن مؤمن وقد يقع تحت التأذيب دي قصة أخرى ليس هم زوان كنا بنكمل في النقطة بتاعت أنه هنسيب الخطأ بيحصل قدامنا في الكنيسة وهنسيبه اليوم لدينونا ولا هنكون لنا موقف تجاه حضرتك كنت بتكمل في النقطة احنا اتفقنا أنه أنه الزوان في العالم نحن لسنا مسؤولين أن نقتلعه الزوان في الكنيسة الزوان في الكنيسة يجب أن نأخذ منه موقف سواء كان زوان أي خطاط دخلوا خلصة في عمل ربنا أو جسديين يدخلوا في عمل الرب اللي يشوهو الاتنين لابد أن نأخذ موقف منهم موقف بالمحبة والصلاة والإنصاح والدموع ثم أخيرا بالعزل أو بعضهم عن عمل ربنا حتى لا ينجسوا العجين كله وتصبح الكنيسة ملوثة والله في النفس وقت يبعد بقى عنها إيدي ما يبلك أنه أنه أتكلم الرب في الأمثلة بتاعة الملكوت السماوات عن مثل الحنطة والزوان وفي النهاية أتكلم رب يسوع وهو بيوضح المثل ده أنه في نهاية للزوان ولا الحنطة التي في نهاية بالتأكيد بالتأكيد وده اللي شجعني في خدمتي وده اللي طمن إخواتي المؤمنين الحلوين اللي بيحبوا رب وتعبنين من الزوان سواء الزوان في العالم المسيحي أو الزوان داخل الكنيسة هناك نهاية هأرى من متى 13 آيات أليلة توضح لنا نهاية الزوان ونهاية الحنطة النهاية المباركة الحنطة متى أصحح 13 وأرى عدد 30 من فضلك يا أخت منال دعوهما ينميان أيوة دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان وأحزموه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن سيأتي يوما من الأيام قريبا جدا ويأتي الرب يسوع المسيح اللي قال عنه الكتاب العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته ماذا سيفعل؟ سيأمر الحصادين الملائكة اجمعوا اجمعوا أولا الزوان أنا باستغرب قوي طب يجمعوا الحنطة الأول الزوان الأول عايزة أفتح منه بسرعة ده تعبني وتعب الكريسة وتعب المؤمن وغلبنا غلبنا نكد علينا عطل العمل يبقى عمل حلو وناس فرحانة بالرب يطلع واحد زوان ينكد الدنيا يعمل ضلالة في المسيحية وكل مؤمن بيشاركني بالوقتي أنه تعبنين على كل المجالات كل مجالات الخدمة اللي بنشوفها النهاردة بشي عايزة أذكر أسماء بشي عايزة أذكر أسماء بشي عايزة أصد حاجة كل مجالات الخدمة النهاردة دخل فيها الزوان وأهين المسيح على حس الخدمة قال مرة بوليس أن اسم الله يجدف عليه بسببكم لكذا الرب قال أنا مزمع أن أتقيأك منين واستليح اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنه إلى البيت بتاعي أصحح نفس الأصحح دوت وأقرى كمان عدد تسعة واربعين من فضلك هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النور هناك يكون البكاء وصرير الأسنان بيأكد الرب أكثر من مرة في أمثلة ملكوت السماوات أنه سيأتي وقت ليقضي على الزوان ويأخذ حنطته إلى بيته المنير وهكذا نكون كل حين مع الرب تكلم في متة سبعة قال كثيرون سيأتون باسم قائلين يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين زوان زوان فيقول اذهبوا عني يا ملعين إلى النار المعدة لإبليس أليس باسمك تنبأنا يا رب أليس باسمك تنبأنا لكن في نهاية في نهاية محتومة هذا يشجع المؤمنين بالتأكيد زي ما أنت قلت ده يخلينا حاسين أنه في نهاية إحنا هنفضل نجاهد زب هنصر على الجهاد بتاعنا ومش هنتراجع للخلف لأنه في نهاية المسيح تعب من الزوان في حياته على الأرض من الرؤساء الكهنة والكتبة بولس المؤمنين الأطقياء على مر العصور لكن استمروا في جهادهم وخدمتهم أنا عايزة أسمع من حدك في نهاية نصيحة لحلقاتنا قربت على الانتهاء فاضل تقريبا خمس دقائق فعايزين ناخد نصيحة لكل شخص مخدوع بالمظاهر الدينية وعايش فيها ومالوش علاقة ولا وجود حقيقي في شخص الله أخذ من فم الرب هو اللي قلنا النصيحة أحباء الأفاضل سفر رؤية صح ثلاثة والرب يتكلم إلى ملاء كنيسة لودوكية يقول له أشير عليك صح ثلاثة من سفر الرؤية عدد 18 أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس وكحل عينيك بكحل لكي تبصر الرب يقدم سلاسة عطايا لكل مخدوع بالتدين لكل واحد داخل كنيسة وطالع من الكنيسة ويتشدق بالعبارات والمجادلات وأنا طبع الطيفة وأنا خادم في الحتة الفلانية وأنا 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 وحياتك من جوة خربانة ولم تختسل بدم المسيح وليس لك حياة أبدية الرب يسوع يشير عليك أولا خد مني الدهب اللي هو البر الإلهي خد بر الله اللي مكتوب عنه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح اللي يبررك قدام الله وتضمن الأبدية وكمان خد مني سياب بيضاء حياة البر العاملي مش التمثيل بقى مش هتظهر بقى انك انت حياتك حلوة لا بربنا يديك سياب بيضاء يديك حياة سلوكية رائعة يقول لنا كده انتم ملح الأرض وانتم نور العالم والحاجة الأخيرة كحل عينيك بكحلك يتبصر يديك ربنا البصيرة الروحية مكتوب كده مستنير عيون أذهانكم يقول الكتاب فتح كلامك ينير يعقل الجهال نصيحة من الرب لحضرتك والحضرتك ان كنت لسه مش ضامر أبديتك وما خدتش ولادة جديدة خد بر المسيح خد حياة المسيح خد بصيرة المسيح وتضمن الأبدية وتعيش في فلك النجاة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة عمي يا أخي أنا بشكرك جدا على الكلمات الرعاعة وعلى الحلقة الرعاعة والموضوع الرعاعة وأطلب من حضرتك زي ما بدأنا حلقتنا بالصلاة أنا أطلب برضو ان احنا نختمها بالصلاة ونرفع كل الناس اللي سمعوا الحلقة زي إنها تكون سبب تغيير حقيقي ونكون فعلا حنطة حقيقية نكون حقيقيين مش مزيفين أحباء الأفاضل تعالوا كلنا مع بعض في الختام نختم بالصلاة وقل للرب خليني أكون غصنف مسيحي مليان يلا نصلي مع بعض كلنا شكرك من كل القلب يا حبيبنا الغالي يا مخلصنا وفدينا يلي قلت كده كل من أحبه أوبخه وأقدبه يا رب من خوفك علينا كلمتنا بالكلام يمكن يكون صعب شوية علينا لكن خايف علينا من الخداع والمصير الأبدي في النار مع الزوان إلى أبد الأبدين يا رب ارحم كل واحد مخدوع في كنيسنا واجتماعتنا وخدمتنا ومسيحيتنا ارحم كل واحد يا رب عصر اللي حواليه وجاب العار على اسم المسيح ارحمنا في هذه الليلة يا رب وغير القلب بعمل دم المسيح فنولد مولودين ثانية بكلمة الحق يا رب من فضلك اللي لدي اعمل في القلوب يا رب عشان تتغير الحياة من جوة ويملك المسيح الحياة فنصبح أولاد حقيقيين يروا الناس أعملنا الحسنة ويمجده أبانا الذي في السماوات اذكر كل من سمع الحلقة واسكر كل واحد طلب طلب الصلاة واسكر حياتنا وكنيسنا واجتماعتنا وسلوكنا عشان نبقى بحق نور العالم وملح الأرض وقريب هتيجي يا رب وتاخد ولادك وهكذا نكون معاك والحد ما تيجي أحفظنا صهرانين مقدسين سابتين طاهرين باسم ربنا يسوع بارك الكرمة والعمل فيها واخواتي اللي شغالين يا رب ورا الكاميرات والكونترول روم باركهم وكافئهم واستخدمهم لمجدك لاسم المسيح الكرامة وكل الحمد آمين آمين أخي لي في نهاية الحلقة شكرك جدا ربنا يبركك ويستخدمك بأكتر قوة لمجد اسمه شكرا أختي منال وشكرا لأحباءنا رب يبرككم ويستخدمكم لمجد المسيح آمين أحباءنا المشاهدين في نهاية حلقتنا بنشكر متابعاتكم وبنحط قدامكم التحدي ده مش دورنا أن احنا نخلع الزوان ولا نقاوم الزوان لكن دورنا أن احنا نكون حنطة فتعالوا نكون حنطة في ملكوت أبينا شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة